المرض النفسي هو الجنون هذه الكلمة قديمة جدا جاءت من الاعتقاد بأن المرض النفسي له علاقة بالجن وضعت مستخدم فترة طويلة لكن الحقيقة أن المرض النفسي له أسباب واضحة ومعروفة وكان لنا هذا اللقاء في مستشفى العباسي المكان اللي احنا وقفين فيه ده مستشفى العباسي للصحة النفسية اللي يبقى لها أكتر من مئة سنة والمبنى اللي قصدنا ده مبنى الأمانة العامة للصحة النفسية اللي هو بيمثل الإدارة المركزية لكل مستشفيات الصحة النفسية ومسؤول عن التخطيط والاستراتيجيات بتاعت الصحة النفسية في مصر تبع وزارة الصحة وما هي صحة النفسية؟ الصحة النفسية نحن بنحاول نساعد أفراد المجتمع ككل أنه هم يبقى فيه توازن نفسي واجتماعي عندهم وفي نفس الوقت أن اللي بيشتكي من مرض نفسي أو أي إعاقة لها علاقة بالأمراض النفسية أو بالإضطرابات النفسية أنه هو يلاقي الخدمات المناسبة اللي تخليه أنه هو يتعافى من هذه الأعراض وأنه هو يرجع يندمك تاني في المجتمع في أسرع وقت في حاجتين مهمين مفهوم العلاج أنا مش ما يفرقش معي زيك ده مستشفى ولا مركز مفهوم العلاج أن المريض متاح لي أنه هو يبقى أكتف فعال طول الوقت أنه بيدخل بيتلقى علاج وبيخرج برا أنه بيجي ويطلع مش أن المستشفى ليها أسوار وباب ومقفول كلنا العباسية والخانكة بيجي في دماغنا زمان كلنا بنخاف قبل ما اشتغل شغلنا دي كنت أستغرب يعني المكان ده العباسية الخانكة ما عرفش اللي بيجرى وراء الأسوار المفهوم الجديد أنه الأماكن دي مفتوحة المريض اللي محتاج مكان مقفول نسبه قليلة وبيحتاجوا ده الفترات محدودة في حياتهم المريض بقى حاجة محترمة في المجتمع لنفسه والذاته والغيره لأن بقوا ميهتموا بيه ويحسسوا الأهل ويحسسوا المريض أن انت إنسان في قلب المجتمع ما انتش إنسان مرفوض وبقى كل الخدمات اللي هي بيحتاجها بتتقدم له بقى فيه عندنا دلوقتي في العيادة الخارجية فيه متابعة وفيه متابعة برة للمريض في بيته اللي هي تب المجتمع أن احنا بنوصل الخدمة للمريض لحد بيته عشان نحسسوا أن انت مش قادر تجيلنا المستشفى احنا هنوصل لك لحد عنه أنا بشتغل في العباسية من سنة 72 دي السنة الأربعين ليا في المستشفى أول ما جاءت المستشفى كان كل قسم حوالي صور حديد المريض ما يقدرش يخرج يتحرك يعني برة الصور دوت اللي مقيد فيه إن المكان دوت ما يتحركش منه بعد كده جاء الحمد للإحترام للمريض النفسي إن تتفق القيود ويتفق الأسوار اللي حوالين الأقسام والمريض بقى يقدر يخرج برة الأقسام ويقدر يتحرك بعد كده مع التطوير ومع التفرة الجميلة اللي احنا فيها دلوقتي بقى المريض مطاليك في قلب المستشفى وما فيش مريض بيحجز يفضل سنين المريض أول ما بيتحسن بنبتد نخرجه يخرج للمجتمع وبيقاهل إن هو يخرج للمجتمع في عالم متغير ومتطور شهد الطب النفسي تطورات قد تكون مجهولة للمجتمع والذي عليه استيعاب معنى الأمراض النفسية وعدم الخوف من الدخول إلى مستشفى العبازية أحمد علي الدين نهرك سعيد ترجمة نانسي قنقر